وقع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف مذكرة تفاهم مع البنوك والمصارف المشاركة في تمويل رسوم البنية التحتية وهي بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت ومصرف السلام وبنك البحرين الإسلامي وذلك ضمن سير الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لتخفيض رسوم البنية التحتية من 12 دينارا إلى 10 دنانير في حال تم سدادها كاملة دفعة واحدة عند إصدار رخصة البناء والذي يهدف إلى تشجيع الأعمال الاستثمارية وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة ووقع المذكرة من جانب البنوك والمصارف الرؤساء التنفيذيون بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وعدد من مسؤولية الوزارة وتضمنت بنود مذكرة التفاهم والاتفاق على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتمويل رسوم استرداد كلفة البنية التحتية للتراخيص الصادرة عبر نظام تراخيص البناء بنايات والتعاون في تطوير النظام لتكون الإجراءات الإلكترونية وفورية قدر الإمكان كما تضمنت القيام بتوفير أسعار ونسب أرباح تنفسية لتشجيع مقدمي الطلبات الاستفادة من التمويل المقدم من خلال هذه الخدمة وتخصيص فريق من البنوك والمصارف لمتابعة سير عمل إجراءات التمويل والتواصل مع مقدمي الطلبات وأكد الوزير خلف أنه يمكن الاستفادة من خفض رسوم الكلفة مع توفير خدمة تقصيط الرسوم بالتعاون مع البنوك والمصارف التجارية عبر نظام تراخيص البناء بنايات ذلك بناء على توصية اللجنة التنسيقية وأشار الوزير خلف إلى أن الوزارة ماضية بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في برمجة النظام فيما يتعلق بتسهيل إجراءات دفع رسوم البنية التحتية من خلال نظام تراخيص البناء بنايات مؤكدا على ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمر